الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب التهجد عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل قالت كان ينام أولا ويقوم آخرة فيصلي ثم يرجع إلى فراشه فإذا أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل وإلا توضأ وخرج عليه الصلاة والسلام هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب التهجد وبوب له بقوله باب من نام أول الليل وأحيا آخرة نحن تبين معنا أو ذكرنا الأحاديث التي ذكرت قيام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث يدل على غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأنه في رمضان كان النبي عليه الصلاة والسلام قيامه غير قيامه في بقية الأيام وفي بعض الأيام قد نقل لنا أنه كان يقوم الليل كله ولكن هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت أن معظم الليالي التي كان يقومها النبي عليه الصلاة والسلام كانت على هذه الحال أنه ينام أول الليل ويقوم آخر الليل فيصلي في آخر الليل ثم يرجع إلى فراشه فيتجع فإذا أذن المؤذن وثب وثب يعني قام بنشاط لصلاة والسلام اليوم الإنسان منا نحط المنبه أحيانا حتى يقوم ما بين النائم والقائم بقوم بقوم كذا لا الرسول عليه الصلاة والسلام مستعد دائما عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة أذن المؤذن فهو مستيقظ عليه الصلاة والسلام فيثب إلى صلاة الفجر فإذا ما أذن المؤذن وثب فإن كان به حاجة اغتسل فكان النبي عليه الصلاة والسلام به حاجة يعني من جنابة يغتسل وإن لم يكن به حاجة من جنابة ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام توضأ وخرج هنا طبعا الحديث كيف صلاة النبي عليه السلام قالت كان ينام أوله ويقوم آخرة وهنا فيه إحياء الليل إحياء الليل لأن الإمام البخاري ذكر هنا من نام أول الليل وأحياء آخرة لاش سمي بإحياء الليل لأن الإنسان إذا أحيى الليل إذا قام في الليل وصلى وذكر الله واستغفر فإن ذلك يحيي القلوب فأي طاعة تقوم بها فهي إحياء لقلبك قلوبنا اليوم بحاجة أن تحيى أكثر كيف تحيى القلوب باستجابتنا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فلا حياة للقلوب إلا بطاعة الله فإذا ما كان في طاعة هذه القلوب تموت تموت تشوف القلب يموت شيئا فشيء كالجسد المريض بموت إذا ما عطيت دواء إذا ما حكمت كذا ففي الأخير ينتهي هكذا القلب إذا ما عطيت قيام ليل صلاة الفجر ذكر قرآن يموت وإذا مات فلا يعرف معروف ولا ينكر منكرا فكما قلنا في هذا الحديث نستفيد أن هذا عمله في غير رمضان وفي غير العشر فكان يحيي بعض الليل وينام البعض الآخر كذلك نستفيد أنه من قوي على ذلك أن يقوم آخر الليل فهو الأفضل من أول الليل أو وسط الليل لذلك النبي عليه السلام في الحديث قال من استطاع أن يقوم آخر الليل فليصلي آخرة فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل إني تشهدها الملائكة هذا الحديث كذلك يبين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما نشيطا للعبادة عليه الصلاة والسلام فكان يعني وثب فقام نشيطا وكذلك كما قلنا نستدل بهذا الحديث على غالب فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الليل اللهم علمنا ما ينفعنا وفعلنا بما علمتنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر